ايه هي الادوات الجديدة اللي تحب انها تكون موجودة في كل بيت مصري بوسي ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي من الانفتاح ومن كل التطور الرهيب الايجابي والسلبي لانه الحقيقة انا ما اقدرش اقول عليه بس ايجابي لانه كمان الانفتاح ده دخل علينا بتدخلات سلبية كتير جدا للأسف مع الولاد منه صغرهم لحد ما بيتبره بوسي اول حاجة اساسية جدا هي اب وام عندهم صحة نفسية عالية او صحة نفسية يعني هو بيتمتع اه متزن هو بيتمتع بصحة نفسية يعني ما عندهوش مشاكل نفسية بيطلحها على ولاده ما عندهاش مشاكل نفسية بتطلحها على شريك حياتها هي ما عندناش مشاكل نفسية كبيرة او عندنا اضطرابات نفسية تؤدي في النهاية ان ده بينعكس على ولادي يعني مثلا لما يكون عندي ام مثلا بتعاني من الاكتئاب تمام وهي ما بتعملش اي سلوك علشان تغير ده أو علشان تعالج ده طبق النتيجة أني أنا طول الوقت مهملة لولادي أنا طول الوقت مش قاعدة معاهم أنا طول الوقت قاعدة في قطي أنا طول الوقت نايمة أو معظم الوقت أنا ما بعملش المهام الأساسية طب هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة أن أنا عندي ولاد حاسين بالإهمال وإذا كان هم حاسين بالإهمال فأكيد هتبقى سلوكاتهم مش مظلوطة طبعا وإذا كان فيه فجوة ما بينها وما بينهم أعتقد أنه ده ممكن يديهم السحة كمان إنهم يعملوا بالزبط كده فأول حاجة أنا بقول إن أنا يبقى عندي أب وأم عندهم صحة نفسية متزنة الحاجة التانية المهمة جداً اللي هي بتنبع من رقم واحد دي إن أنا قدوة يعني أنا لما أجي حد يجي يقول لي مثلاً ما بقاش في حد دلوقتي قدوة والولاد بيبص لفلان الممثل وفلان مش عارف اليوتيوبر وفلان أيوم عشان إحنا مش لقيين قدوة في البيت أنا مش لقي بابا أتفاخر بيه أنا مش لقي ماما أتفاخر بيها أنا الموضوع إن أنا بروح أدور على الناس اللي بره ليه لإن أنا ما عنديش نمازك حلوة في البيت أنا البيت عندي ممكن يكون مليام مشاكله بيتخنقوا مع بعضه ممكن يوصل للضرب والشتايم وطول الوقت مختلفين حتى لو ما فيش ضرب والشتايم أحياناً كتير بيبقى الأب والأم مختلفين على القراء تماماً ويا ريت وديه بيحصل قدام الأولاد فبالتالي أنا القدوة عايز أعلم ولادي قيم بالقدوة أنا عايز أقول اللي أنت عايز تقوله يعني أنت أقول من هنا لحد السنة الجاية ابنك مش هيسمعك ابنك هيشوفك فهو منه هو صغير هو بيشوف بابا بيتصرف إزاي مع ماما فخلاص هو بيبدأ يفهم يعني إيه نموذج الراجل ويعني إيه نموذج الراجل يتعامل إزاي مع ماما يتعامل إزاي مع الست فكل حركة أنا بعملها كل كلام أنا بعمله ده بيتسجل في الزاكرة بتاعت ابني أو الزاكرة بتاعت بنتي بيطلع بعد كده في شكل سلوكيات فيبق أنا علشان ما تعبش نفسي في الكلام أنا لازم أبقى قدوة أبقى عارف أن أنا أي سلوك بيطلع مني السلوك ده بيتسجل عندي ابني ويطلع بعد كده ده يريد بس السلوك بس ده المشاعر أنا طريق التعبيري عن مشاعري تجاه ابني تجاه ابني تجاه الآخرين تجاه الأزمات اللي بتحصل في حياتي طبعاً يعني أنا لو عندي مثلاً أبقى الآن وأول ما تحصل أي حاجة تلاقيه بيرتبك ومش عارف يتصرف ويبقى خايف جداً على تلاقي ابنه بعد كده بيطلع عنده ألا يكتسب منه التوتر يكتسب منه التوتر فحتى طريق التعبيرنا عن مشاعرنا مثلاً ممكن حد يجي يقول لي ده أنا بابا لما بيتخاني مثلاً كان بيكسر فلاقي الولد بعد كده لما بيتخاني بيكسر فتيجي بقى تقول لي إيه لما الأم تيجي تقول لي أو الأب بيجي يقول لي إيه طب هو ما هو مفروض أنا مليش يعني أنا خلاص كبرت مفروض هو بقى يتعدل احنا ما فيش حد ولا دكتور ولا غيره ساحر الموضوع مسلس علشان أعدل سلوك أبنائي هم تلت حاجات الضلع الأولاني هو الأب والأم ده قبل الأخصائي قبل الاستشاري بابا وماما الأول وبعدين الاستشاري واستجابة الطفل لو في أي حاجة من دول يعني مثلاً ممكن يجي لي حد مراهق أمه غصب على إنه هو ييجي مش هيتعدل طبعاً مش عايز ييجي مش هيتعدل مش هيتغير ليه لأنه هو أنت غصب عليه في بيجي لي بقى أطفال عندهم هذا الوعي يعني مثلاً 12 و 13 سنة تقول لي مامتها أنا عايز أروح لحد أتكلم معي أنا عندي مشكلة أحياناً فعلاً في مراهقين وأطفال بيطلبوا بالزبط كده ده بيبقى التغيير فيه ودي تبقى مفاجئة بالزبط أنا الحقيقة يعني في المحيط في المحيط اللي حوالي سمعت الموضوع ده وتفاجئت إنه الطفل اللي طالب عنده الوعي ده هو عنده الوعي ده بالزبط فبيبقى ده سهل جداً إن إحنا نديله الاستراتيجيات والطرق اللي ممكن يتغير بيها وسهل إن بابا وماما كمان يتغيروا